فضلت الشيخ عصام يعني هيبقى معنا الهجرة كده يوميا نبذة مختصرة والنهاردة عايزين نتكلم عن الأعوام التي اعتمد عليها النبي صلى الله عليه وسلم والتخطيط الجيد لهذه الرحلة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام السلام علينا رسول الله وعلى آله وصحبه الله وبعد فأولا هني الأمة الإسلامية والعربية والإنسانية جمعاء بهذا العام الهجري الجديد الذي أصل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام سلام وأمان في دين الناس ودنياها اللهم أمين وأن يجعل يومنا خيرا من أمسنا وغادنا خيرا من يومنا وأن يحسب عاقبتنا في الأمور كلها اللهم أمين الهجرة هي دروس مهمة وكبيرة في التخطيط أرساها الرسول صلى الله عليه وسلم والتخطيط كما يقول للمرحوم الأستاذ فتح ياكم في كتابه أبجديات التصور الحركي أن التخطيط لا ينكره في الإسلام إلا واحد من اثنين إما إنسان يجهل الدين جملة وتفصيلا أو يعادي الدين جملة وتفصيلا من يزعم أن الدين ضد التخطيط وأن الدين مثلا يمش فيه بالعشوائية والهلهلة هذا ليس من الدين في شيء الدين فيه دقة وفيه تخطيط وفيه التزام بالموعد لأن أهم شيء في الخطط مع التخطيط والإعداد المواعيد والتزام بها نعم والقرآن الكريم بيّن هذا الأمر بوضوح فالحج ليس في أي يوم ولا في أي شهر الحج أشهر معلومات وانفرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا تحديد مواقيت الصلاة الصوم معروف موعده الزكاة معروف المقدار بدقة اثنين ونصف في المين تمام مش ثلاثة ولا اثنين ولا اربعة ولا إذن المسألة ونصاب محدد حول محدد كل هذا يعين المسلم على مبدأ أن يفهم أن الإسلام دين يقوم على التخطيط الجيد والنبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا في مكة في تخطيطه لأنه كان يجلس بصحابته في بيت الأرقم بن أبي الأرقم والأرقم أصغر الصحابة سنا ولا يتوقع كفار قريش أن يجلس عند أصغرهم بل يجلس عند أكبرهم أو أكبرهم جاهب الأمر الآخر أن قبيلة الأرقم وقبيلة النبي صلى الله عليه وسلم كان بينهما خلاف ونزاع نعم فكذلك ده من باب التمويه ده تخطيط في الهجرة أيضا تضح هذا التخطيط حينما رتب الراحلة والزاد وعد لكل شيء عدته نعم والصاحب قال أبوك للصحبة رسول الله قال الصحبة أبوك والدليل للكافر أي و درس لو أنه هاجر أي طريق سيسعى إليه كفار قريش توقع أني طريق المعتاد فغير الطريق بطريق وعر صعب يعني أمن غسلة النقل أيضا وهناك من يأتي له بالأخبار عامر بن فهيرة عامر بن فهيرة رضي الله عنه يأتي له بأخبار القوم والسيد أسماء من طوكل الصديق تهذب لهما بالطعام وما يحتاجان المصطفى صلى الله عليه وسلم وأبوك للصديق يالله نعم كل هذه عوامل تخطيط أي إلى أين يهاجر إلى المدينة المنورة اختار المكان المناسب وقبل الاختيار بايعه الأنصار قبل أن يساموا بالأنصار وأخذ منهم البيعة وعلامة البيعة ولذلك قبل أن يأخذ البيعة قال له أحد الناس يا قوم تمهلوا علامة بيعون الرجل على معادات الشرق والغرب القريب والبعيد معروفة نعم العرب والعجم قالوا نبايع لا نقيل ولا نستقيل نعم الشاهد أن اختار الجنود الصالحة وضع الخطة الصحيحة اختار الطريقة المناسب الأدوات اللازمة إلى كل شيء يعينه على هجرته دون المتاعب طبعا موجودة لكن لينجح في كل ما خطط له في هذا هذا درس عظيم جدا في التخطيط وحسن الإعداد طيب النبي صلى الله عليه وسلم